بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلواته ربي وسلامه عليه السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء العشرين من فيض الإيمان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للمرء الصالح وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم هذا المال حلوة في رواية خضرة حلوة المال حلوة أي طعمه حلو أي يميل إليه الطبع من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع من أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع بسبب حالة من السعار والجشع والطمع ونعم المعونة هو لمن أخذه من مظانه وأنفقه في مظانه هل يوجد مال صالح ومال غير صالح؟ نعم المال الصالح هو المال المكتسب من أبواب حلال والمنفق أيضا في أبواب حلال لا تزول قدم عبد حتى يسأل أولا عن ماله من أين؟ أي اكتسبه وفيما أنفقه أي أنفقه في حلال أو أنفقه في حرام فالمال يكون صالحا إذا كان مالا حلالا فرج صاحبه منه كرب مكروب قضى حاجة محتاج واسى مسكينا أو يتيما أو فقيرا أقرض منه قرضا حسنا أنفق منه على نفسه بحساب وعلى أولاده وقرابته دون سرف ودون تبذير فالمال هنا يكون مالا صالحا أما المال غير الصالح فبسبب كسبه وبسبب خزنه وعدم إنفاقه في مظانه فلابد من توفر الشرطين صلاح اكتساب المال مع صلاح إنفاق المال الواسطة بين الأمرين ذلك الرجل الصالح الذي اكتسب حلالا وأنفق مالا في حقه ووضعه في وجهه الصحيح من الأقوال الرائعة الجميلة إن الإمام الحسن البصري بيصور لنا مشهد أن الدنيا كانت في أيدي السابقين ولم تكن في قلوبهم فيقول أدركنا أقواما كانت الدنيا أغونا من التراب الذي تحت أقدامهم لم تكن لها قيمة ولذلك إن ندبوا لإنفاق للمساهمة إن رأوا محتاجا فقيرا ربما حمل أحدهم كل ما يملك من المال أو الكثير من المال الإمام يحيى بن معاذ الرازي لو قول جميل يقول مصيبتان للعبد في ماله يوم القيام لم تسمع الخلائق بمثلهما قيل ما هما قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله وهذه حقيقة مصيبتان للعبد في ماله يوم القيام لم تسمع الخلائق بمثلهما بالفعل اللي بيموت ببياخدش معاه فلوس للقبر لكن في نفس الوقت سيسأل عن ذلك المال هل بخل به؟ هل هذا المال كان من حلال؟ أم كان من حرام؟ يؤخذ كله ويسأل عنه كله وحتى لا تزل نفسك اعلم أنك مطالب بالأخذ بالأسباب مع الرضا بالمخصوم من رب الأرباب هذا أمر ولذلك يقول الشاعر لا تطلبن معيشة بتزللي فلا يأتينك رزقك المقدور واعلم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب مقدر مصطور فلا تتعدل رزق الله بمعصية الله تعال واطلب رزق الله بمرضات لا معتمدا على الله مع أخذك بالأسباب من مواعظ العابد الحكيم الواعظ فرقد السبخي كان يقول من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه أي على قضاء وقدر ربه وأشرنا لقول سيدنا عمر يعني لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأنني لا أدري يعني الخير في ما أحب أو في ما أكره ومن جالس غنيا فتضعضع حتى من قدر نفسه وتزلل فتضعضع له ذهب ثلثاء دينه ومن أصابته مصيبة فشكاها إلى الناس فإنما يشك الله عز وجل وهذه منزلة في الحقيقة لا تتأتى للكثير منا يقول أحد السلف حاسا على البزل والعطاء والصدقة إذا رأيت من يطرق بابك طلبا لحاجة مع حاجته إليا فأعطه وقل مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة وكان أحدهم يقول الحمد لله الذي جعلني مسؤولا أسأل ولم يجعلني سائلا أسأل وكان أحدهم أيضا يعني يقول يا جامع المال في الدنيا لوارسه هل أنت بالمال قبل الموت منتفع قدم لنفسك قبل الموت في مهل فإن حظك بعد الموت منقطع يعني قدم اليوم لا تنتظر قبل موتك بلحظات بأسبوع وتقول أتصدق وربما لا تقوى نفس البعض شح نفس البعض أنه يتصدق يقول بعد ما موت يقول لأولادي اعملوا تصدقوا طب أنت لما تتصدقش من الآن ولما لم تبدأ من الآن ابدأ ونذلك قدم لنفسك قبل الموت في مهل فإن حظك بعد الموت منقطع شاعر آخر له قول جميل يقول يا جامع المالي يرجو أن يدوم له كل ما استطعت وقدم للموازين خذ ما استطعت لكن قدم للموازين أي لكفة السواب والأجر ولا تكن كالذي قد قال إن حضرت وفاته ثلث مالي للمساكين طب ما تبدأ من اليوم هو يعني لا يستطيع أن يتصدق فيقول ثلث المال للمساكين الشاعر محمود الورخ له كلام جميل يقول تمتع بمالك قبل الممات وإلا فلا مال إن أنت مت خلاص شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسحقا ومقتا فجاد عليك بزور البكة فضلوا إعياته شوية وبعد ما دفنت اختلفوا وتنزعوا وتشجروا على التركة فجادوا عليك بزور البكة وجدت عليهم بما قد جمعت وأوهبتهم كل ما في يديك وخلوك رهنا بما قد كسبت ولذلك بلغ عمر ابن عبد العزيز أن أحد أبنائه اتخذ خاتما واشترى له فصا بألف درهم فكتب إليه عمر ابن عبد العزيز بلغاني أنك اشتريت خاتما استخذت خاتما واشتريت له فصا بألف درهم فإذا وصلك كتابي فبع ذلك الفص وأطعم به ألف جائع واتخذ خاتما واكتب عليه رحم الله امرأة عرف قدر نفسه أسأل ربي أن يرزقنا رضا وأن يمن علينا برضا نواصل المسيرة إن شاء الله مع لقاء قادم قريب لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجتي معكم أستودعكم الله سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته